نتكلم بعن الإيجابيات يمكن اللي شوفناها في مبارات مبارح وأنا مثلاً بنسبالي عايزة أسأل حضراتك في البداية على كابتن أيمن أشرف شوفتو إزاي في مبارات مبارح أيمن أشرف أفضل لعيب في الفرقتين مبارح يعني اللعيب الوحيد اللي كان في الفرقتين بيلعب بيروح وقلب نعاوز يكسب يعني ما احترام الكل اللعيب اللي كان موجودين في الملعب يعني يمكن إحنا لما نتكلم مثلاً آه إحنا كان لدينا ضرب الجزاء وضرب الجزاء كنا ممكن نسجل منها ولينا الهدف بتاع بوليا وكان هدف صحيح مية في المية لكن أنا بعيب الحقيقة على لعيبة النادي الأهل مبارح أن ما كانش فيه حتة القلب وحتة الروح بتاعة أن أنا أعوز أكسب أنا زي ما بقولك يا سارة ده كان موجود فقط في أيمن أشرف وأيمن أشرف الحقيقة مش مباردية أيمن أشرف بقاله فترة عملت سبات في المستوى ويمكن على طول لو بندي درجات الحقيقة في كل مبارحات النادي الأهل الفترة اللي فاتت دي كلها أعتقد أن أيمن أشرف مش هيئلة عن 8 8 من 10 وده رقم يعني كبير طبعاً رقم كبير جداً ورقم هاي الحقيقة ومسوات تطور فعلاً من شكل كبير فيه تطوير في أهدائه وهو بيشتغل على نفسه ومواقف أنا من المدافعين القليلين جداً اللي في مصر مواقف واحد ده واحد أي مهاجم بيروح له ما بياخدش المواقف ده منه وده طبعاً كمة الزكاء منه وكمة الحقيقة التركيز اللي هو في المواقف دي لأن المواقف دي صعبة جداً لأن الفرصة بتبقى للمهاجم أنه هو عنده القرار اللي بياخده لكن رغم ذلك أيمن أشرف مبارح راح في 3-4 قرات في مواقف واحد ده واحد وهو اللي بياخده كرة أيمن أشرف سوبر